ترجمة نانسي قنقر التقى سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين في حضور سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة بعدد من مسؤولي الصناعة والتجارة في حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بجانب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين لبحث السبل الكفيلة بتنمية وتيرة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وآليات تطويرها وتعزيزها على كافة الأصعدة ومختلف المجالات جاء ذلك على هامش جلسة الطاولة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية العربية في العاصمة الأمريكية واشنطن واستعرض ناس خلال الجلسة الفرص والمزايا الاستثمارية التي تتمتع بها مملكة البحرين والخدمات التي تقدمها الغرفة لمجتمع الأعمال والمستثمرين والدور المنوط بها للمحافظة على الاستدامة والنماء عبر العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة المحققة لنماء وازدهار بيئة الأعمال وأشار ناس إلى أن المبادرات والاستراتيجيات التي تطلقها الغرفة بالتوازي مع خطط وبرامج الحكومة الموقرة تدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتهيئ لبيئة أعمال تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية تجعل من المملكة واحدة من الوجهات العالمية المفضلة لدى مجتمعات الأعمال استراتيجيتنا هي زيادة الإنتاج وجسب الاستثمارات الأجنبية في نفس الوقت سنفعل ذلك من خلال الاستثمار التكنولوجي في الصناعة لرفع مستوى الإنتاج وزيادة الإنتاجية وبالتالي زيادة الصادرات هذا وقد أشاد الحضور بتميز العلاقات البحرينية الأمريكية وبالأجواء الإيجابية التي جرت فيها فعاليات الطاولة المستديرة للوفد التجاري البحريني اللقاء اليوم كان طيب وشيق وكان مثمر لقاء الطاولة المستديرة مع اتحاد الغرف العربية الأمريكية مع حضور سعادة وزير التجاري والصناعة عبدالله فخرو كان اجتماعا رائعا مع الوزير البحراني وأنا سعيد بتنظيم هذا الاجتماع نحن في نبراسكا لدينا شراكة مع البحرين منذ القدم ولدينا علاقات تجارية مع الشرق الأوسط وبشكل واضح توسيع علاقتنا مفيد للشعب البحراني ولسكان ولاية نبراسكا الأجواء جدا ممتازة وعلاقتنا بالولايات المتحدة من زمان طيبة نحب أن نطور علاقات الاقتصادية اللي بين البلدين ونسويها أقوى بكثير من ما هي عليها اجتماع إيجابي للغاية الوزير قام بعمل رائع في تقديم الفرص التي تعرضها البحرين أربعون شركة شاركت في هذا الاجتماع لديها تقنيات عالية وخبرات مستعدون لتقديمها للبحرين وفي إطار توسيع العلاقات التجارية البحرينية الأمريكية أنشأت مملكة البحرين منطقة تجارية أمريكية في المملكة تهدف لاستقطاب كبرى الشركات في الولايات المتحدة ويأتي هذا تتويجا لتاريخ طويل من العلاقات بين البلدين يمتد عبر علاقات سياسية وأمنية متميزة وجود وفد تجاري بحريني في العاصمة الأمريكية واشنطن دليل على قوة العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة علاقات وثيقة تزداد توسعا وازدهارا يوما بعد يوم رامي جبر تلفزيون مملكة البحرين واشنطن